السيد زيلي مصحب خير مصحب مو يعطيك العافية روح روحي شغل حلو كتير من أول ما شفناه ونحن بعدنا لحديث هلأ ما بنحمل بزهننا إلى صورة طيبة عنه واضح أنه المسرح عم يعطيك شوية نفس هيك إيجابة شوية طاقة مميزة بعيداً شوية عن السينما مظبوط هذا كلام؟ ليك هو ها هاد اللي طب النفس صحي النفس لأنه بالنتيجة لمسي الإذا يلي بيبعد كتير عن المسرح منه أحساس لذيذ منه شعور لذيذ منه شعور حلو لما الواحد يكون هلأ قد بعيد عن أصعب شي عن أقذى شي وهلأ قد لذيذ الشغل بالمسرح وهلأ قد حلو هلأ قد حلو يعني فعلياً بتلتز فيه بتتعب تتعب ليوم الله بس إنه عندك 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 شي من جوا عملي عندك شي بيخلقاه مبسوط هدا الشي اللي عم بيضوي ليه ما بيضوي معك بالسينما ليه ما بيضوي بالتلفزيون هو حسب صعوبته لأنه السينما قد ما كانت حلو السينما قد ما كانت سينما قوي مش عم بيحكي عن السينما يلا يلا طعا نسلي العالم السينما المنحة بيضل في عندك هامش كتير كبير بالتقنية بالتقنية الشغل أنت موجود بقلبه يعني غلطت عدد كذا بالتقنية في كل واحد عم يعمل دوره وغلطت من عيدة لتظبط بالمسرح ما فيه ممنوع تغلط غلطت تراحت راح لعرض طبعا مباشر كل ما كان السترس عليك هالقد قوي كل ما كان الأدرينالين عم يعلى أكتر كل ما كانت الفرحة طبعه سكيزوفرينيك مجنين نحنا فنبسط بهذا الشي مجنين بس هالقد بيتعطو موت على الناس إنه عم ينبسطوا معنا بيجنوا معنا اكزاكلي من فلافل للمهرجة من فلافل مروراً بعنطر ماكسو وعنطر ليش بتعمل فلافل وبترجع بتعمل ماكسو وعنطر هل هي الفرص الديقة؟ هل هي الخيارات المينة واسعة؟ هل هو الجو هيك؟ لا لك وصلت لك، بالنتيجة السينما هي مش بس سينما انتلكتويل ولا هي سينما كوميرسيال ولا هي سينما كوميرسيال مش فلافل بس لحنا مش فلافل السينما veut سينما Ьيتل信تويل ليحاله هي مش سينما وسينما كوميرسيال ليحالهاroz فال burns هي مزارة سينما كوميرسيال وبما أنا بحبق pillars وأحبchl المشكلة اللي بتطير أنه توقع بخيارات أوقات تجي بتقول إنه Launchänger لأنه بطلعي النفس أنك بلشت عالي يعني بلشت عالي منيح بفلافل وأخذت الأدفاع الجميلة جداً وحتى يعني فيه سينما كوميرسيال عملتها كانت ردة الفعل علي منيحة لأنه عملت بطريقة منيحة فتنا بماكس وعنطر ندمنا المشكلة إنه إذا مشكل واحد عم يعمل شغله مزبوط بتطلع النتيجة ما بتسوى بعدها يحكيت عن التكامل بين القصص كلها تكامل بين القصص كلها سوا وأهم أهم عنصر أهم عنصر بالسينما كوميرسيال هي المنتج إذا المنتج ما عنده ثقافة المنتج المزبوطة راحش بتراهن على سينما محلي قادرة تعمل جمهور صح بتراهن على السينما محلي عم تصير سينما؟ عم عم بتصير عم بس عم تاخد وقت كتير عم تاخد وقت كتير لأنه كمان السبب المنتج؟ كما سوى لأنه لك المنتج هو تاجر بنتيجة بده يطلع ربح إذا عمل شي كويس كمان ممكن يجب له مصاري بس المنتج هو تاجر فنان تاجر عم بيتاجر بالفن شو بده يعرف شو عم يعمل المشكلة يلي هي موجودة عند كل اللبنانية مش بس المنتجين الإيغو الإيغو طبعا نحنا ما بيقبل أنه نحنا ما منقبله أن نحنا نتعلم من غيرنا يخي أرباب أرباب السينما التجارية بيطلعوا على غير هن الأمريكان والإنجليز أرباب السينما الأمريكانية والإنجليزية حطين لك فورميل هك يعني بدك تعمل هك هك بدك تعمل هك هذا الجامر بدك تعمل هك التزم التزم فيه توصل لأعلى نسبة من النتيجة المارجوة نحنا لا بدنا نجرب بدنا نعمل بس خليني أقولك بالمهرجة دورك مانو سيئة بس بتاخده قطعة يعني قطعة فيك تفصلة عما حولها بيطلع كويس أنت عامل دورك لكن فيه مناخ شامل للفين ما بيسوى ما بيسوى يعني والي بتناهير بتناهير أنه خي فيلم نكبع لمصاري نكبع لعالم نشغل ليش ما بينشغل بنفسي ليش ما بينشغل بذات الاحترافية ليش ما بينشغل يعني فلايفيل كلف اثنان وخمسين ألف دولار وتصور بيليكيول يعني ما حدا أبط ليرة كله العالم عم تشتغل بباليش طب هيدا كلف كم شئت مصاري والعالم عم تشتغل فيه طب ليش ما بده تطلع نتيجة مني حول ليش خليني أقولك بفلايفيل كنت بطل كنت اسم أول ليش بترضى تطلع فيلم تاني وتكون تيلة رابعة خمس أو شي لأنه بالسينما التجارية الجمهور ما بيلحق الجمهور بيلحق الاسم لبعض الاسم لما يكون في عندك اسم بفهم أنا بنتيجة ما بقلك هيدا المنتجة اللي هو تاجر عنده اسم بجمله برد تلو يحط اسم حلب الأول لا بالنتيجة هو الفيلم الفيلم عامله ليجيب جمهور على هيدا الاسم يلي هو اسم هيدا الفنان أوكي تمام بدك ياني ألعب دور بس بدي ألعب دور ألو طعمة عرض علي كان ألو طعمة لو تنفذ مزبوط أوكي هي يعني حتى لو باقي العناصر اللعبت بطريقة نفسها لو باقي العناصر ولو الإخراج ولو الإنتاج لو شغل يعني النس كان مكتوب نيح يعني في عندك عناصر شغلتها تجي تعمل شغلة مش تدخل بشغل غيرها مش تجي تعمل يعني واحد جاي يمثل مش جاي مخرج مش جاي أديتور مش جاي هاي شغلة المنتج هو خليه علي خلاص يلا هو ما هو بده هيك خلاص عمله هيك خطيف كيف ومش فرقين معهم بالآخر العالم حيزوا يحضروا لا أخي أنا بتفرق معي أنا بطلط إليمتري في عندك يعني عندك روح يعني سات معروفة عندي الكل هاي الروح الظريفة يعني الظلك خفيف سرعة بديهتك طريقتك بالحكي هاي خاصة بحس كأنه ما حاجة بعد قدر يلقطك فيها هاي ويقدم لك نص على هذا المستوى يعني قدم نص لإليمتري للشخصية هاي دي اللي هي منك وفيك اللي هي أنت بتستعملها بحياتك العادية يعني بيعرفك بيعرفك طحيش لذيذ لسانك حلو بتفوت بالقصة بسرعة بتفوت وبتظهر بسرعة بتقوى كل شي اللي بدك إه ما حسيت أنه حدا أعطاك دور كوميدي طلعب أنت شخصيتك فيه كوميديا على الأقل لأنه بدي بلا بس أنه يعني ما فيني يلوم حدا لأنه بنتيجة لأنه بنتيجة في عالم جربت يعني ما فيني إنكر هذا الشي في عالم كتير جربت بس أنه لا يقدروا يعني هؤلاء العالم يلي هني بالنسبة لقالهم عندهم السنسة في يومور يلي أنا عندي إياها يلي من نشتغل سواء من نشتغل سواء جربوا بهيش جرب إلي خليفة جرب جربوا بس لا يقدروا يجيبوا إنتاج فيه فيه صعوبة ترجع للمنتج ترجع للمنتج ترجع للمنتج ترجع للمنتج فيه أنا عم بكتب كذا شغلي بس كمان أنا بدي لأي منتج أو بدي لأي طريقة ما يكون عندك فكرة للا سيند أب كوميدي أو شي لا عم بعمل سيند أب كوميدي من وقت لوقت بس عندي أفكار لسينما بس كمان بدك تلاقي منتج بدك تلاقي منتج يجي يقولك إنه أوكي منلعب بهي الطريقة لأنه الغلطة يلي عم يعلوها المنتجين السينما التجارية بلبنان إنهم عم بيقارنوا السنسة في هومور اللبناني بالسنسة في هومور المصري يعني هني عم يشتغلوا مؤارنة بالسينما المصريي إنه بدنا نجيب على الأد وبكل بساطة هاي غيروا وهي شي نchmalقل على عبارة بفهم فهم أنه هني هايك فيفكروا لأنه هن معاودين ينجوا مصري بس ما بتفاهم إنه هن ما عم يعملوا شوية أفور أكتر ليشتغل على هذا الموضوع يمكن لأنه بالنسبة لألهم شوف رقم معي ما أنا عم بشتغل هيك وعمل جمهور عم طلع مصاري لشو بدي أعمل هدا الأفور؟ أنا بالنهاية هاي لغاية جمهور إكزاكتلي أنا غايته إنه طلع مصاري إلي متري بهاي الفترة واضح إنه التلفزيون يعني اخذ شي من اهتمامك هل فينا نعتبر إنك انتبهت متأخراً على التلفزيون؟ لا لا هو منتبه لي من زمان بس أنا كنت رافد يعني أنا بمرحلة طويلة بمرحلة قطعت كم سنة كنت قررت ما بقبدي الدمان كله مش حابب هاي كنت عم بترك الدمان كله وكنت فايلة هاي كنت فايلة خلص لأنه اكتفت لأنه بالنتيجة إن كان يعني تعبت من الانتظار يمكن نو ما حاصل الانتظار تعبت من إنه يعني كنا بمرحلة بالزمن بلبنان في عندك الانتلكتويل يلي يعني السينما السقفية أو المسرح السقفية أو النخبوية النخبوية يلي هم بيطلع مصاري بس أنت عم تعمل وعم تنبسط فيه صحيح أتليست عم تحط على سفاية تكسير ويعيش وكان فيه الأعمال التجارية يلي عم تشتغل عم تقبض فار عم تقبض عادل مش عم تقبض اللي لازم تقبضوا بس عم تقبض عم تعيش منهم يعني غير تطلع مصاري طلعت مصاري وكان فيه الأشياء اللي مقلوا طعمة اللي بيدفعوا كثيرا فبس كنا عم نطلع مصرياتنا من هذا ما بدي أخذ هذا هلأ فعليا بطل فيه أعمال النخبوية بطل فيه تجاري بيدفع فار صار فيه بس تراشي وبيدفع قد الإنتلكتويل بيجي بيقلك إنه بدك تساعد الفن ياخي ما أنت اللي عم تعمله مش فن ما أنت اللي عم تعمله هو العيان نفس ايه ايه بعتقد هذي كمان يعني أنا ما بعتبره مشكلة أنا مرتاح فيه ياخي أنا يلي ما بدو يشتغل مظبوط ما يقرب علي بعمل جهدي يفهموا إنه ما تقرب على أليمتري إذا ما بدك إذا ما بدك تدفعله الأليمتري حقه وإذا ما بدك تشتغل على القليلة فيه ستاندرز معينة تحاول تشتغل فيه إذا مش شي بيليق باسمه ما تشتغل إذا مش شي إلو طعمة حسب الجاور طبعه إذا جاور المرتب ممكن تتنزل شوية بالمصار إياه بس حسب الجاور طبعه وإذا شي إنا عم تكليّي تجاري مجرد إنه بوبكورن will kill إذا ما تجاري He is a pop in movie إنه بوبكورن إنه أم بدي ótimo постоянно عرض علي 22 حلقه بإمسلسل وتدفع لي مثلي مثل الكمبارس اللي انت جايبه يبين بالباكرا وطبع صورة بس كرميل انه ليه لانه خلص شايفين العالم عم تقتل حالة على الاكس بوجور صحيح وصار فيه بلاوي عالم بيجي بيقلك انه انا ليه بدي ادفع لك انت ممثل هالقد وفيني يجيب حيال لحظة من برات الضمان مستعد يشتغل ببلايش لمهم يطلع التليفزيون خيال خيال ما تعمل معي لا طبعا ما تدق اللي إلي خليني يقول عمي مسلسلي كويتي هلا صورت مسلسل هلا يلي صار معي كم بدي اي عم بمنجو يلي صار انه بمرحلة خلص بطل بدي الدومين كله سوا وكن بدي فيل بعدين انتبهت انه لا ليش انه لا بجرب غير شي بجرب غير طريقة اللي بدي اشتغل فيها ومستعد انا اشتغل تليفزيون مسلسليات بس بدي شيء له طعمي في يلي صار بالمسلسل الكويتي عرضوا علي النص نص بسيط نص منه مدعي مش عم بيقول مسلسل عظيم ولا عم بيقول كذا بس بسيط بس مشغول مزبوط مشغول بطريقة البروفيسيوني المكتوب بطريقة البروفيسيوني المكتوب بطريقة البروفيسيوني والكاست مرتب والمخرج رائع عرف حاله شو بده جاي يشتغيل هذا الكويتي فيه مسلسل تاني فيه مسلسل عم سورو هلا يعني ممنوع جيب بعد احكي تفاصيل لانه بدهن يعملو مع المنتج مفيد الرفاعي اه خيص انه ايه هلا رح يصير فيه مؤتمر صحفي ليحكوا عنه قريباً شي ضخم يعني و لزته انه عم يعملو سينما بس مسلسل طريقة امريكانية عندك المخرج والدي او بي والمسلين والنص عم يعملو اشيه يعني كنا نحلة مشوفة اكزاكلي كل واحد عم يعمل شغلته بتروح على السات عم يعملوا شي صعب جدا لينعمل بمسلسلات بس عم يشتغلوا بوطيرة أسرع وأهين من المسلسلات السخيفة لأنه رسمين شو بده كل واحد شو بده طاق طاق خلصي يهدا شوية البلد في شغل في شغل بس أنه في كتير شغل مثل بحيالة مهنة في كتير شغل ما ألو عازي بدك تنعي يلي أنت بنسبك أنه ماني من العالم يلي لأ بدي أنا ضل 12 شهر بالسنة على التلفزيون مش فرقين معي هيدا الشي صو بدي نقعي طيب أنت تقديم البرامج شو وضعك أنت بيه ما عندي مشكلة بس بدي شي يعجبني آه كمان آه إنه يلا تعهل ما قالي خلال إنه شي عم بيقدم شي إذا انترتايمنت بدي يقدم انترتايمنت إذا ساقافي بدي يقدم ساقافي إذا بده يعمل شوك رمي القضيه معينة بدي يعمل شوك فيه كم شغلة عم نحضر لهم لنشوف إذا بيمشوا خلينا بيضمن هالإطار مثل ما سألناك إذا كانت السينما بلش تصير سينما أو بتصير سينما عموما هل نحن فينا النفس تلفزيونية أم هلأ أنت عارف أنه العمال المصرية تعبط شوي الخليجي عم بيحاولوا السوري بالمقدمة نحن اللبنانية بلشوا يسمعوا فينا بالعالم الحلبي هلأ بلشوا يسمعوا فينا مش هيك إنه إلنا محل لحد هلأ لأنه يلي صار لمرحلة طويلة بالزمن الإنتاجات الدرامية اللبنانية بتلعن نفس سوما في ولا تلفزيون عربي بيجي بيقلك بيعني لأنه خليلا بدي أشتري ما بيلاعن نفس حقه يرفض حقه يرفض حقه يرفض يعني عم نحكي بالسبعينات لما كان دوايك بالمدينة وأبو سليم كان ينعرض على تلفزيون عربي مسلسل واحد لبناني مقابيل وأربعة مصرية كانوا يأخذوا اللبناني لأنه معمول كتير منيح وهذا كلام سليم إكزاكلي إنتاجات القناة 11 وإنتاجات اللبنانية قطعت بمرحلة تلفزيون اللبناني المسلسلات اللبنانية شي بلاعن نفس سوف رفضوا الحرب اللي صارت إكزاكلي ومن بعد حتى لمرحلة طويلة فالجمهور العربي بطل يعرف المسلسلين للبنانية بطل يعرفهم لتقدر أنت تبيع مسلسل بناء ما بدك أنت إستار بالنتيجة هذا الشي تجار وخدمنا المسلسل السوري لما عملوا إنتاجات مشتركة إكزاكلي عملوا إنتاجات مشتركة رجعوا صاروا الجمهور العربي يعرف المسللين اللبنانية بس ليصير هيدا الجمهور العربي يرغب بس مسلسلات اللبنانية بدوا بعد شوية وقت ليتعرف أكتر على المسلسلين اللبنانية ليصير يشوفوا نستارز مثل ما نحنا ما نشوف الأتراك وإخبار المسلسل السورية مثلا يسمع المطلبين إكزاكلي وليصير الانتاجات اللبنانية ينجوها بطريقة شوية مثل عالم والبشر يعني يندفع عليها يترجع على الانتاج يندفع عليها أو يتزاكو لأنه فيك أنت تعمل ببجت صغيرة بس بدك تكون عم تنتج مسلسل مكتوب لينعمل ببجت صغيرة مش بدك تنتج مسلسل عظيم المفروض يكلفك مليون نص وإنت معك 200 ألف بها الصورة اللي تبدو أنه يعني باتجاه الإيجابية على الأقل بالنسبة لأيلك كيف شايف حالو اللي يمثلي بعد يعني بهذه السنوات هاي القريبة شايف حالك أفضل بكتير من قبل شايف حالك تسترجع جزء من هاي الصورة اللي منيحة عنك حسب إذا إذا شفت شي عجبني بس واضح أنه رأسك صعب منيح يعني أنه ما قبلنا بشو مكان لا 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 مش مضطر مش مضطر عم طلع مصرياتي عم طلع مصرياتي إذا يعطيني شيء أنا أنبسط فيه وأنبسط فيه معنويا يعطيني شيء قول لحالة خراس إليمتري وعملوه لأمكاو بتكمشي كرميل إذا أجه شي نهار محمد بجازة قال لي يا إليمتري أنت كيف قبل تشتغل بهيك عمل وأنت عم تحكي أنه أنت ما تقبل تشتغل يكون معي الجواب يقول لك محمد خيي بعتذر عمرت بيتي من وراء بس على القليل يكون فيه على اللي يكون فيه يا مردود معنوي مردود له طعمة يا مردود مالي بيخليك تستحي إذا قلت لأ أنه لا خيييخده بدون ما تستحي شو بتحبي تقول بالأخير عبالي يقول شغلي بس للجمهور للجمهور إذا بيتيسوا معنى لأنه الجمهور بيقول دايما فيه لتعبير تاني بيعندوا إذا بيعندوا معنى لأن الجمهور دايما بيجي بيقول لك خيي ما بتسواهي المسلسلات ما بتسواهي المسلسلات ما بتسواهي المسلسلات بشغلي واحدة إذا بيبطلوا يحضرون بيبين عند شركات الإحصائيات انه ما عم يجيبوا ريتنج مسلسلات فبيصير فيه عند التلفزيونات وعند المنتجين في مشكلة لازم يحلوها لمسلسلات لازم يحلوها لازم يحلوها لازم يحلوها إذا الجمهور بس مطلوب منه شغلي يعند معي اللي عم بيجربوا يشتغلوا صح ويقول أنا ما بقى بدي أحضر مسلسلات حلو يا أدام كويسي هذا اللي مطلوب ما ينزل يعمل مظاهرة ما يعمل شي بس ما يحضر يحضر مسلسلات أجنبية والله بيتسلق أكتر يحضر تركية يحضر سورية بس ما يحضر لبنانية لا يحسسن بأنه في شي لازم يتريع